اشتركوا في القناة في ساعات المساء مساء يوم السبت اللي هو موعد بث الحلقة ورح يستمر بساعات متأخرة يعني تقريبا لمنتصف الليل وبعدها القمر بنتقل من برج الثور لبرج الجوزة طبعا القمر الآن موجود في منزلة الهاقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كاستخراج السموم الأسحار الأعمال الأورام وغير ذلك برضو من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد في هاي المنزلة طبعا القمر رح يضل في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الأحد لينتقل القمر بعديها لمنزلة الهانعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول بما أن القمر موجود في برج الثور لغاية ساعة منتصف ليل السبت السبت على الأحد بنشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا الاهتمام بالأمور العقارية مثل شراء، بيع، استئجار، تجديد، صيانة من هذا القبيل وقضاء وقت ممتع بالبيت أو جمعة عائلية أو مناسبة بالنسبة لزوايا البطيئة طبعاً في عنا زاويتين الزاوية الأولى اللي هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين المشتري وهي زاوية التربيع طبعاً زاوية سلبية بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه طبعاً من ميل للعيش دون مستوانا ومنبذر أموالنا ومننجذب للإدمار أو المضاربات المالية ممكن يتعرض البعض لمشاكل مع السلطات أو مع العدالة بسبب أمور مالية وهذا الاتصال غالباً بيسبب إنا مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في بعض المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تأثيراتها اللي هي زاوية تسديس إيجابية اللي هي بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 24-6 لغاية يوم 1-7 طبعاً هاي تمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عمالنا ومشاريعنا بالنسبة للزاوية المتشكلة من مساء اليوم السبت ولا لغاية يوم الأحد طبعاً أول زاوية هي ذكرناها يوم أمس قبل خلو المسار زاوية تتليف إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي في تمام الساعة 7 ودقيقة مساء من مساء اليوم السبت اللي هي ليلة السبت على الأحد وامتداد هاي الزاوية باستمرارها بالضل لغاية ساعات الصباح بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقاً في نفسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 7 ودقيقة مساء بتوقيت جرينيج من مساء اليوم السبت اللي هو موعد بث الحلقة ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و 12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني بمعنى آخر نقدر نقول ساعة منتصف الليل بتوقيت جرينيج هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و 12 دقيقة من مساء اليوم السبت القمر بنتقل وبصير في برج الجوزاء فعشان هيك بتتغير طاقتنا في هاي الفترة فمننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعد تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضويتنا دي بالنسبة لزوايا اللي رح تتشكل بعد الانتقال واللي هي أول زاوية رح تكون صباح يوم الأحد هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام ساعة سبعة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها من ساعات الفجر أو الصباح الباكر أو من بعد منتصف الليلة بنقدر نحيا هيك لغاية ساعات العصر هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة وستة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بعد ظهر يوم الأحد تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل اللي هو منتصف ليل السبت على الأحد بضل عنا الحساسية في منطقة العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعة ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الأحد فالأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية واللي لازم ما نعمل لها أي عمليات جراحية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي من ناحية صحية مراجعة الطبيب اللي هم الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي جهاز الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل فهي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية زي ما حكينا طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية هذا اليوم ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن برضو زي ما حكينا يعني دون الأعضاء اللي ذكرناها يعني نجد أنه جيدة لعمليات التجميل الأنف أو الحقن أو حتى عمليات تكميم المعدة لأنهما في هاي الأعضاء مش مذكورة خلال يومين هدول يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثة ثمانية وعشرين ستة في تمام الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة داعش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج لا يستقر للقمر بعدها في برج السرطان طبعا في صندوق الوصف تم كتابة جدول خلو المسار لشهر السابع فموجود الآن جاهز اللي بحاب بيرجع له أو حاب بيعرف تحركة القمر خلال الشهر القادم بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم في تمام ساعة اتناعش منتصف الليل بيكمل سبعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة ثلاثة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في برج السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة طبعا منتحسة بنسبة عشر في المية القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يمكث في الجوزاء حتى يوم ثمانية وعشرين ستة طبعا هو سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة مية في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم خمسة سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم ثمانتاش سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمسة سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% ورنس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواد برج الحمل طبعا من الآن موعد بث الحلقة ولغاية منتصف الليل بيظل الاهتمام بالأمور المالية والأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم أهم شي إنكم ما تبدأوا بمشروع أو فكرة أو بمصاريف زيادة وانتبهوا على أموالكم من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة أيام يوم الأحد بتنشطوا بالسفر والاتصالات أهم شي إنكم تفاوضوا بثقة وجراءة حاولوا الدفاع عن مواقفكم اليوم القمر بمنحكم طاقة عالية جدا وبرضو بتقدروا تدافعوا عن قضيتكم ولكن بتكون تجنبوا الكلام اللاذع ممكن اليوم ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فبدك تباكر لعملك حاول إنك ما تعرض نفسك للإرهاق تتميز اليوم بالنشاط والحركة وسرعة البديهة العالية جدا وممكن تسمع جواب بيعجبك برضو على مستوى الامتحانات اليوم ممتاز جدا والمقابلات أهم شي برضو اليوم الاهتمام رح يكون على مستوى السيارات والتنقلات والاتصالات وحتى التواصل مع الأحبة زي ما حكينا أهم شي بس إنكم ما تبلغوا بمصاريفكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل اللي هو السبت على الأحد بظل الاهتمام بالطاقة وحيويتكم نشاطكم سرعة بديهتكم قدرتكم على التواصل ولكن بتكون تنتبهوا من عصبيتكم أهم نقطة من ساعة ما بعد منتصف الليل ويوم الأحد طبعا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتكون تتجنبوا النفقات ممكن تهتموا لوضاعكم المالية وتخوضوا تجربة مهمة تمتحن موقعكم وخبراتكم أهم شي ما تجازفوا بأموالكم أو باستقرار وضعكم المالي بتكون تهدوا شوي بتريتوا اتفكروا غير اتخاذ أي خطوة وخصوصا الخطوات المالية حتى تتوضح الأمور وبرضو اليوم حاولوا انكم ما تبلغوا من مصاريفكم بتكون تحذروا من المنافقين وترتبوا وضعكم المادي اليوم بعضكم ممكن يحصل على هدية أو على دعم معين برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف ليل السبت على الأحد بتظل الطاقة ضعيفة لأن القمر لسه ما انتقل ووصل لعندكم تشعر انه في فوضى مزعوج هيك مرهق عصبي شوي حد الطباع طبعا لغاية ساعات منتصف الليل طبط الأعصاب مطلوب عدم اتخاذ قرارات حاسمة هو المطلوب من ساعات ما بعد منتصف الليل بيصير عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبتكثر اليوم عندك المشاريع وبتخطط لواجبات كثيرة وممكن تنجزها كمان بدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك اليوم برضو انت ملفت بالنسبة للجنس الآخر وعندك اهتمامات شخصية رائعة باستطاعتك استعادة موقعك وإنجاز الكثير من الأعمال والمهام خلال هذا اليوم برج السرطن بالنسبة لموليد برج السرطن طبعا النشاط الاجتماعي هو اللي رح يضلم سيطر عليكم وحلاقتكم بالأصدقاء والاتصالات وحتى اليوم المناسبات من الآن لغاية ساعات منتصف الليل هذا الاشي اللي رح يسيطر عليكم ولكن رح تشعروا كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل إن طاقتكم بدأت تضعف شوي شوي لأن القمر بيقترب لبيت متاعبكم فطيلت ساعات النهار يعني من منتصف الليل واسدعات نهار يوم الأحد بدكوا تنتبهوا لأن القمر بيصير موجود في بيت المتاعب فبنال التعب منكم بدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا بشكل كبير وكثير لغذائكم وراحتكم طبعا القمر لما بيصير في بيت المتاعب دائما بيصير فيه ركود وتأخير في سير الأمور بدكوا تحذروا من التراجع الصحي والمعنوي ما فيه إشي بخوف ولكن ممكن تشعر بالبعض التوعكات الصحية حاول أنك تستريح بعيد عن الأضواء وما تختلق الأعذار للغروب من المسئوليات والمهمات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل الحفاظ على السمعة هو المطلوب من الآن لغاية ساعات منتصف الليل أحاولونكم ما تجازفوا ما تخلفوا القوانين ما تغامروا انتبهوا لكلامكم لحفاظا على سمعتكم وما تتخذوا أي قرارات حاسمة من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة يوما الأحد طبعا الأجواء راح تصير إيجابية راح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهم شيء أنه ما تبقوا وحيدين بل شارقوا في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وبتشارك بفعالية معينة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور مناسبة مثلا أو حفل أو لقاء ودي مع بعض الأصدقاء برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا معروف أنه الآن القمر ما زال موجود في البيت التاسع يعني بعطيكم نشاط باتصالاتكم وحواراتكم خصوصا مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو بتهتم بهاي القضايا وخصوصا القضايا للهلاقة بالسفر أو التعامل أو الدراسة أو الامتحانات ولكن لا تتخذوا قرارات حاسمة وانتبهوا أثناء القيادة على الشوارع قيادة السيارات على الشوارع المفتوحة أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة أي يوم الأحد بتكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل بتكوا تحاولوا أن تقدموا أفضل ما عندكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ اليوم ما رح تهدأ يعني أما تهدأ وتيرتكم من النشاط العملي وعلاقتكم بالمسؤولين أهم شي إنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة إجمالا ومهمة جدا ورح تكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز ومستعد لاستقبال هاي المرحلة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف ليل السبت على الأحد الاهتمام رح يضل في الأموة المالية المشتركة عشان هيك رح تهتم ببعض المسائل ولكن الأهم عشان خلو المسار ابتعد عن اتخاذ أي قرارات مالية في هذا الوقت يعني ابعد عن المساء المالية ما تداين حد فلوس ما تهم الأمورك المالية مهما كانت صغيرة وبرضو في نفس اللحظة ما تبدأ أي مشروع من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر رح يصير موجود في البيت التاسع وهو بيت قوي في هذه اللحظة أي قرار ردخية خده ولكن يعني القرارات الإيجابية أكيد اللي بيتقدم لامتحان خلال هذا اليوم أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد الطاقة ممتازة والحظ بيلعب دور ممتاز معك حتى في أمور السفر والاتصالات واللقاءات والنشاطات وحتى قدرتك على الإقناع أو بالمقابلات وهي فترة حافلة بالنشاطات ممكن اليوم تتلقى قبر من خارج البلاد أو من جهة غريبة أو من أشخاص عايشين في دولة ثانية أو من أجانب حاول تسهيل أموركم اليوم تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية برج العقرب بالنسبة لما ولد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف ليل السبت على الأحد القمر موجود مقابلكم فعشان هيك بتشعر ببعض التوتر والعصبية والحذية بالطباع طاقتك ضعيفة بتشعر بالإرهاق شوي حابب أنك هيك تختلي مع نفسك برضو علاقتك بشركائك جيدة ولكن بدك تحافظ على هدوءك وضبط أعصابك من ساعة ما بعد منتصف الليل الأجواء ممتازة جدا وطلت النهارة أن القمر تحرك درجة من مقابلك فبتقدروا تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة أهم شيء أنك ما تسمح لأي شخص أن يشكك بقدراتك خلال هذا اليوم وحاول أنك ما تكون حاد الطباع وجارح بالكلام حاول أنك تفاوض بهدوء ودبلوماسية وكون حريص على حقوقك أنت اليوم رح تشعر أن الأجواء تحسنت ورح تحصل على الفرصة المناسبة وتقدر برضو تبرر عن بعض الأخطاء اللي ارتكبتها في الأيام الماضية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية كديون أو استرداد بعض الحقوق برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر يعني هنا في القاب بيت السادس ما زال موجود فهنا التركيز كله رح يكون على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل والإلها علاقة بالصحة لغاية ساعات منتصف الليل اللي هو السبت على الأحد عشان هيك انتبه لعملك انتبه لصحتك ما تجازف ما تغامر ما ترهق حالك طبعا القمر بدأ في مراحل المقابلة فطاقتك ضعيف شوي من ساعة ما بعد منتصف الليل رح تشعر أكثر بهذا الموضوع لأن القمر رح يصير مقابلك تماما اليوم بتقدر تستفيد منه انه بتقدر تعزز شراكتك سواء في العمل أو في العاطفة علاقتكم بالأزواج بالأحبة بهاي فترة ممكن تعزز شراكة أو تتراجع فيها عن القرار أو يكون فيه مصالحة أو تفاهم أما في فترة ما بعد منتصف الليل اللي هي هاي الأمور اللي احنا بنحكيها الأمور الشراكة بيصير طاقتك ضعيفة فتشوف انه فيه صعوبة وبتدخل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيء انك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وحاول انك ما تتسرع اليوم في اتخاذ القرارات برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل الأجواء ممتازة جدا بتظل الأمور العاطفية هي المسيطرة الحظوظة بتدعمكم ولكن مش بشكل كبير لأنه فيه خلوم مسار حاولوا انه في هاي الساعات ما تفرضوا سلطتكم على أحباكم وفي نفس اللحظة حاولوا تتواصلوا بشكل ودي مع أبنائكم وبالأمور العاطفية من ساعات ما بعد منتصف الليل طبعا هنا بصير التركيز كله على إنجاز بعض الأعمال فبتكوا تواصلوا الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل وتنتبهوا لصحتكم خلال هذا اليوم لأنه القمر صار في البيت السادس بيتكوا تحذروا من تراجع صحي وما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم حاولوا انكوا تكونوا أكثر تنظيما وتحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العداوات وإهمال وضعكم الصحي حاولوا تأخذوا قسط من الراحة ويهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت الرابع وهنا الأجواء كلها رح تتركز على البيت والعائلة الأهم إنك أنت تنتبه على الأمور هاي اليوم ما في داعي لاتخاذ قرارات أو مشتريات أو مصاريف ما الهداعي وخصوصا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل اضوط أعصابك حاور وها بطريق بالهدوء وخصوصا في المسائل العائلية من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة يوم الأحد ما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا لأن القمر رح يصير في البيت الخامس وهاي زاوية قوية جدا بتدعمك بتكثر اليوم عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وبتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن اليوم يظهر لك لقاء طارق مع أحد الإخوة أو الأبناء قدم لهم المساعدة والدعم وهاي فترة ناجحة ومطمئنة جدا ولصالحكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا النشاط عالي والطاقة ممتازة ولكن من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بتكون تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة وبرضو في نفس اللحظة أثناء حركتكم وفي المقابل أثناء نقاشكم وحواركم لأنه بغلب عليكم العصبية الحدية بالطباع بتكون لاذع شوي نفس هيك مضغوط أو مشحون طبعا بسبب خلو المسار ومرحلة انتقال القمر فهذا بضغط عليكم بشكل كبير ما زال عنكم سرعة بديهة وقدرة على أنك تحل كثير من المشاكل من ساعات ما بعد منتصف الليل ويوم الأحد كامل التركيز كله بصور على الأمور البيتية والعائلية راح تنهمكم اليوم بالمسائل العائلية أو الأمور البيتية أهم شنكم ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تقصير حاولوا أنه ما تبخلوا على العائلة بالعطف والنصائح هذه فترة مناسبة للارتباط وممكن تشعروا ببعض الانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية يعني في مناسبة عائلية اليوم هي اللي راح تجمعكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء